البوابة الرقمية لصندوق الرعاية الطبية تتيح البوابة الرقمية لصندوق الرعاية الطبية العديد من الخدمات للسادة المشتركين في الصندوق دون الحاجة إلى زيارة مقر الصندوق تشمل هذه الخدمات الحصول على إيصال كشف عيدة الحصول على إيصال كشف مستشفى الحصول على إيصال خدمات الأسنان الحصول على إيصال خدمات العلاج الطبيعي الحصول على إيصال أشعة الحصول على إيصال تحليل الحصول على إيصال صرف أدوية وللحصول على قائمة خدمات صندوق الرعاية الطبية يتم الدخول على mymans.mans.edu.eg ومن قائمة الخدمات صندوق الرعاية الطبية أولاً كشف العيادة يمكن للمشترك الحصول على خدمة الكشف في أحد العيادات سواء لنفسه أو لأحد التابعين باتباع الخطوات الآتية يقوم المشترك بتحديد مطلقي الخدمة من قائمة المستفيد تحديد تاريخ الحجز اختيار كشف عيادات من قائمة نوع الخدمة تحديد التخصص المطلوب من قائمة نوع الفحص تحديد اسم الطبيب المعالج ثم الضغط على حجز بعد ضغط المشترك على زر حجز يقوم النظام بتجهيز إيصال الكشف يقوم المشترك بتباع إيصال الكشف والتوقيع عليه في المكان المخصص لذلك يتوجه المشترك إلى العيادة مستحبا إيصال الكشف ويسلم المشترك هذا الإيصال للعيادة حتى تحتفظ به كدليل على تقديم الخدمة وللحصول على خدمات لاحقة للكشف مساء الأشعات والتحليل وخدمات الأسنان وخدمات العلاج الطبيعي لابد من الحصول على رشدة من العيادة وبشكل اختياري يمكن للمشترك قبل التوجه إلى العيادة أن يقوم بتباعة قائمة التحليل أو قائمة الأشعات أو خدمات الأسنان أو العلاج الطبيعي من قائمة كشف الأشعات والتحليل تحتوي هذه القائمة على جميع الخدمات المتاحة مكتوبة بخط واضح يمكن للمشترك بعد الحصول على الرشدة أن يطلب من العيادة تحديد محتويات الرشدة في هذه القوائم قبل المغادرة ويستطيع المشترك فيما بعد أن يستفيد بهذه القوائم في تحديد المطلوب بسهولة من خلال بوابة الصندوق ثانياً كشف المستشفى يمكن للمشترك الحصول على خدمة الكشف في أحد المستشفيات سواء لنفسها أو لأحد التابعين باتباع الخطوات الأتية يتم تحديد اسم المستفيد سواء كان العضو أو أحد التابعين تحديد تاريخ الحجز اختيار المستشفى من قائمة نوع الخدمة تحديد اسم المستشفى الضغط على حجز ليقوم النظام بتجهيز إصال الكشف يقوم المشترك بطباعة إصال الكشف والتوقيع عليه في المكان المخصص لذلك يتوجه المشترك إلى المستشفى مستحباً إصال الكشف ويسلم المشترك هذا الإصال للمستشفى حتى تحتفظ به كدليل على تقديم الخدمة خدمات الأسنان بعد إجراء كشف الأسنان يمكن للمشترك الحصول على خدمات الأسنان باتباع الخطوات الأتية يقوم المشترك بتحديد المستفيد أو متلقي الخدمة سواء كان العضو أو أحد التابعين تحديد تاريخ الحجز تحديد خدمات الأسنان من نوع الخدمة يمكن اختيار خدمة أو أكثر من نوع الفحص بالضغط على إضافة يقوم المشترك بتحديد الطبيب المعالج ثم الضغط على حجز يقوم المشترك بتباعة إصال خدمات الأسنان والتوقيع عليه في المكان المخصص لذلك يتوجه المشترك إلى العيادة مستحباً إصال خدمات الأسنان ويسلم هذا الإصال للعيادة حتى تحتفظ به كدليل على تقديم الخدمة خدمات العلاج الطبيعي بعد إجراء كشف العلاج الطبيعي يمكن للمشترك الحصول على خدمات العلاج الطبيعي باتباع الخطوات الأتية يقوم المشترك بتحديد مطلقي الخدمة تحديد خدمات العلاج الطبيعي من قائمة نوع الخدمة تحديد نوع الفحص يمكن اختيار أكتر من خدمة تحديد اسم الطبيب المعالج ثم الضغط على حجز ليقوم النظام بتجهيز إصال خدمات العلاج الطبيعي والذي يقوم المشترك بالتوقيع عليه في المكان المخصص لذلك يسلم المشترك الإصال للعيادة حتى تحتفظ به كدليل على تقديم الخدمة خدمة الأشعة بعد إجراء الكشف والحصول على الرشدة يمكن للمشترك الحصول على خدمة الأشعة باتباع الخطوات التالية يقوم المشترك بتحديد مطلقي الخدمة سواء كان المستفيد العضو أو أحد التابعين اختيار نوع الأشعة اختيار نوع الخدمة أشعة يمكن اختيار نوع أشعة أو أكثر من قائمة نوع الفحص بالضغط على إضافة تحديد الطبيب المعالج أو مركز الأشعة هنا يتم تحديد مركز الأشعة ثم الضغط على حجز ليقوم النظام بتجهيز إصال الأشعة يقوم المشترك بتباعة الإصال والتوقيع عليه في المكان المخصص لذلك ويقوم بتوجه إلى مركز الأشعة مستحباً هذا الإصال ورشدة الطبيب يسلم المشترك الإصال إلى مركز الأشعة حتى تحتفظ به كدليل على تقديم الخدمة يقوم المشترك بتسليم رشدة الطبيب الخاصة بالأشعة كمستند مرفق مع الإصال خدمة التحليل بعد إجراء الكشف والحصول على الرشدة يمكن للمشترك الحصول على خدمة التحليل باتباع الخطوات التالية يقوم المشترك بتحديد المستفيد سواء كان العضو أو أحد التبعين اختيار التحليل من قائمة نوع الخدمة تحديد نوع التحليل من قائمة نوع الفحص يمكن إضافة أكثر من تحليل تحديد اسم معمل التحليل ثم الضغط على حجز ليقوم النظام بتجهيز إصال التحليل يقوم المشترك بتباعة هذا الإصال والتوقيع له في المكان المخصص لذلك ويتوجه إلى معمل التحليل مستحباً هذا الإصال ورشدة الطبيب يسلم المشترك الإصال إلى معمل التحليل حتى يحتفظ به كدليل على تقديم الخدمة يقوم المشترك بتسليم رشدة الطبيب الخاصة بالتحليل كمستند مرفق مع الإصال خدمة الأدوية بعد إجراء الكشف والحصول على الرشدة يمكن للمشترك الحصول على خدمة الأدوية باتباع الخطوات الأتية يقوم المشترك بتحديد مطلقي الخدمة سواء كان العضو أو أحد التابعين اختيار الصيدلية من قائمة نوع الخدمة اختيار أدوية من قائمة النوع تحديد الصيدلية التي سيتم صرف الأدوية منها ثم الضغط على حكز ليقوم النظام بتجهيز إصال صرف الأدوية يقوم المشترك بتباعة الإصال ولا يقوم بالتوقيع عليه إلا بعد صرف الأدوية المطلوبة يتوجه المشترك إلى الصيدلية مستحبا إصال صرف الأدوية ورشدة الطبيب وبناء على الرشدة تقوم الصيدلية بتسجيل الأدوية التي تم صرفها في إصال صرف الأدوية يقوم المشترك بالتوقيع على إصال صرف الأدوية وتسليمه للصيدلية حتى تحتفظ به كدليل على تقديم الخدمة يقوم المشترك بتسليم رشدة الطبيب الخاصة بالأدوية كمستند مرفق مع الإصال ملحوظة أي إصال صالح لمدة شهر من تاريخ استصداره ويمنع استخدامه بعد إنقذاء المدة يمكن إلغاء الإصال قبل استخدامه عن طريق التواصل مع صندوق الرعاية الطبية يمكن استصدار الإصالات بحد أقصى إصالين شهريا لنفس نوع الخدمة سواء كان للمشترك أو لنفس التابع نشكركم على حسن المتابعة مع تحيات مركز تقنية الاتصالات والمعلومات جامعة المنصورة